السلام عليكم أخوات اليوم باش نحاول نعطي بعض النصايح لمن بدأ يعني بالخوف والتردد لماذا تيوره لحد الآن لم تجهز حب نقول للمصدقائي روه للتيور روه الجوزي امتاحها فيها عدة عوامل ونالك من يقول انني اشاهد على صفحة الفيسبوك من بدأ الانتاج في شهر واحد وشهرة الاثنين لماذا تيور الآن لم تجهز لحد الآن يا أخوان يا أخوان نجم نعرف معلومة ان التيور ليست كلها تغير الريش في وقت واحد وانالك تيور يعني تغير الريش باكرا هذه التيور بالتالي سوف تجهز باكرا كذلك ممكن للأماكن الموضوع فيها يعني التيور تكون دافئة أكثر من أماكن أخرى هذه التيور سوف تجهز باكرا وانالك تيور من يضعها المربي في أماكن أماكن تكون فيها الإنارة أكثر وقت الإنارة كذلك هذه التيور سوف تجهز باكرا يعني هناك من يقدم فيتامينات كثيرة جدا لتجهيز في الوقت الغير يعني الوقت الجوزية سوف تجهز ولكن يعني ممكن تجهز ولكن أصدقائي هناك مذار إذا التيور عجلنا في تجهيزها هناك مذار يكون البيت غير مخصب أخوان حاولوا تتريثوا الوقت طويل جدا يعني الوقت المناسب لتجهيز تيور أو عفوا لجهوزية تيور عندما تدخل الربيع من شهر ثلاثة شهر مارس نبدأ في الحساب شهر ونلك تيور وقتها شهر ثلاثة أربعة خمسة عادي جدا عادي أصدقائي لا داعي للعجلة يا أخوان تريثوا ولا يعني تشاهدون الأخوان الجو باكر يقولوا لحنا لماذا لم نلتجهز تيورنا خليوا خليوا مدام تيوركم في سلحة جيدة ما شاء الله يعني وحتى المنقار ماشي ويقوم بيان الأمور طبيعية وجيدة جدا ما دماشي يعني إشكاليات تعالى انتاج شاء الله أهم شي حافظوا على صحة تيوركم يا أخوان أهم شي العجلة الزايدة في التجهيز أنا من أنصحش به لازم لو تربيت التيور تحتاج منها إلى الصبر ثم الصبر يعني الفايدة في حتى لو كان يجيكم معشف فقط يعني التيور تكون مدأخرة تنشع في إنتاج عش والله العظيم صدق لي يكفي يكفي كايدة في اللي نقول لحنا بالتونسي العجلة الدور يعني الأمور صابتها عندما شبه تبيع بطبيعتها أهم شي كما نعاود لكم عدم التعجل وإن شاء الله تيور تكون في صحة جيدة بالتالي سواء تنتج أنا التوهنة دقني على شهر ثلاثة مثلا هذه التيور التي حصلوني عندي شهر ثلاثة أنا أول شهر أول يعني شوف تيوري ما شاء الله جاهزة إذن نهار واحد إن شاء الله مارس أبدأ بتقديم مواد التعشيش الإخوة محاولوش يتبعوني إذا كان تيوري ما شوفها بعيدة ينتظروا لكن لماذا لأن إذا كان الإناث جاهزة والذكور غير جاهزة واعطينا مواد التعشيش في تيورنا فالأمثة سوف تبني العش وتضع البيض واذكرنا يستطيع تلقيح لأنه غير جاهز لازم تكون عنا العين اللي ناظرا لأن تشوف تيورنا إن كانت الوقت مناسب لمواد التعشيش أم لا آية تحيات عماد العرفاوي والسلام عليكم